وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي والممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي يناقشون كيفية التعامل مع التشريعات الأمريكية في مجال صناعة السيارات والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي تمييزية ضد صانعية السيارات الكهربائية الاجتماع فرصة مناسبة لتوحيد الرؤى والحد من الانعكاسات السلبية المحتملة على العلاقات الأوروبية الأمريكية يمكننا أن نعتبر أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجملها تسير على المصاري الإيجابي وكحالفين استراتيجيين من المهم جدا أن نتعاون بشكل وثيق خاصة في الوضع الذي نواجهه الآن هناك مخاوف تتعلق بقانون خفض التضخم وأحكامه التمييزية وفي هذا الصدد قمنا بتشكيل فريق عمل مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتعامل مع تلك الأحكام صانع السيارة غير الأمريكيين عبروا عن غضبهم بسبب قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار أمريكية صادر في غشط الماضي والهادف إلى مكافحة تغير المناخ وجعل واشنطن رائد عالميا في سوق السيارة الكهربائية قانون الولايات المتحدة ينص على ضرورة تجميع السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية للحصول على إعفاءات ضريبية في حين يعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذا يمثل تمييزاً ضد سيارات المصنوعة خارج أمريكا خاصة وأن السيارات الأمريكية المباعة في أوروبا تتمتع بنفس الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها السيارات الأوروبية اشتركوا في القناة